شارك مكتب التعليم المسيحي للاتين في الأردن وفلسطين بمؤتمر الشرق الأوسط للتعليم المسيحي والذي عقد في مصر تحت عنوان خادم التعليم المسيحي على خطى العائلة المقدسة وقد مثل الأردن في المؤتمر الشماس عماد حجازين وعن فلسطين كل من عاد المغربي وأليس أنطون وميرا مارعجده كما شارك في المؤتمر ممثلون عن مصر ولبنان وسوريا والعراق والسودان والإمارات والكويت وعمان وخلال الجلسات قدم الوفدان الأردني والفلسطيني تقريرا مفصلا عن نشأة ورسالة التعليم المسيحي في الأردن والأرض المقدسة مستعرضين ألية التعليم في المدارس المسيحية في الأراضي المقدسة كما ألقوا الضوء في محاضراتهم على التحديات والصعوبات التي تواجه التعليم المسيحي في المنطقة